موجة جديدة من الاحتجاجات تشهدها ايران حاليا عقب قرار الحكومة تقنين توزيع الوقود ورفع اسعاره بنسبة تتراوح بين 50 الى 300 بالمئة على اصداء ذلك القرار خرجت مظاهرات متفرقة في الاحواز وبندر عباس وشيراز وخور مشهر ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين اثرى مواجهات مع قوات الامن في ديسمبر عام 2017 خرجت احتجاجات مماثلة ابتدت الى قم وشيراز وكرج وطهران وآراك ومشهد والاحواز وتعود اسباب تلك الاحتجاجات الى ترد الاوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم وترجع قيمة العملة المحلية لجأت السلطات حينها الى قمع تلك المظاهرات ما اسفر عن مقتل نحو 25 شخصا واعتقال اكثر من الف اخرين في اغسطس من العام الماضي تجددت المظاهرات الشعبية احتجاجا على سوء الاحوال المعيشية وتفشي الفساد حيث بدأت شرارتها من اصفهان وامتدت الى عموم البلاد لمواجهة تلك المظاهرات لجأت قوة الامن الى استخدام القوة ضد المتظاهرين ما ادى الى سقوط قتيل في كرج واعتقال نحو 80 متظاهرا متظاهرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة